السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع مشهور اسم وفريباك. ده بتلاقي كمية كبيرة جدا من الصور والفيديوهات اللي تقدر تستخدمها بشكل قانوني في الفيديوهات بتاعتك. وفيه كمان لو انت عايز ملفات بي سي دي فوتو شوب بتعدل عليها. في موكب كتير جدا. في ملفات كتير جدا جدا. هو مشهور نوع مكتبة ضخمة جدا. لذلك لو انت بتدور على اي نوع من الصور على الجوجل غالبا بيزهر معك. طيب احنا دوقتي في حاجة النزل الجديدة. دي اللي احنا مهتمين بها. اللي هي start create. انا هقول له ان انا عايز AI generate image. فبيبقى يشغل لي حاجة اسمها بكاسو. وده الخاص بي. الزكاة الاصناعي. بلا في حاجة اسمها AI image generator. وفيه حاجة اسمها reimagine. هنشوفوا بكلهم مع بعض. في عندي sketch to image لو انت عندك اي sketch ممكن مرسومة كده سريعة. في ابسكيل في ريتوش لو في اي مشاكل اللي يبدأ يعدلها في الصور. طيب خلنا نيجي هنا مسلا. واجي هنا اقول له ان انا عايز صورة معينة مسلا. وليكن مسلا ويسيز. فيلا. طيب هتستخدم اني موديل هتلاحك كتير جدا تقدر تشوف اللي انت عايزه. التاج ده معناه نواة بفلوس. فانت ممكن تختار بقى الماء. وهنا تختار بقى الصيز اللي انت عايزه. هنا الستايل. الستايل ده بيفري معا كتير جدا بيودي الصورة في مكان تاني خلص. فانت بتشوف ايه اللي انت عايزه. مسلا عن شكل كرتون منظر طبيعي. حسب اللي انت عايزه. ممكن تجرب كزا مرة كل حدا متوصل ليه الحاجة اللي انت شايفة صح. العلوان. الكاميرا. اللايتينج. وهي هقول له كريت. وانا بيقول لي انت عايز كم صورة. انا اقول له مثلا اربع صور. فهيديك اربع صور وانت بقى تختار الافضل فيه. هنا الهيستوري لو عايز شوف انت الصور اللي انت عميت قبل كده. ده البلعية بالشكل الجامل دوت. وقول لك تراي روتوش. روتوش يعني في جزء معين هتعلم عليه وتقول له مسلا لأ هتدل دي. يعني انت مسلا مسلا حسن النخلة دي بش حلوة. اعلم عليها وقول له ايه? او خلي مكانها لايتينج زي ما انت عايز. بقول لي اختار الصورة اللي انت عايزها. مسلا عايز تشل ديت. عايز تخلي فيها حاجة مكانها زي ما انت عايز. ممكن تقول له بقى ايه بيردس مسلا. وتقول له شو بقى الفورشة ما اسبتها حد ايه? فهو يعمل لك كزا صورة اربع صور تبدأ تختار الافضل فيه. اللي انت شايفو مقتنع بيه. تمام بيبدأ بقى يبريك كزا حاجة موجودة. ما عملش الحاجة ما اسبت زي ما انا عايز. هو بس تغير شكل النخلة. طيب بريق ماجيب بترفع له صورة وتقول له غير لي فيها. مسلا ان نرفع له صورة الدب دوب دوت. اللي انت عايزه. تمام هو انا وصف لي الحاجة. فلو انت عايز تغير ممكن تغير الكلام. يعني اقول له اعمل لي صورة تانية بس خليها فيها دوب مسلا. هو بيرتدي مسلا الماتيريال تقدر تغيرها. تمام كل واحدة من دول تقدر تدوس هنا وتقول له ده انا عايز مسلا اغير دي. عايز اخليها راكن مسلا. تمام? اللي انت عايزه. يعني ممكن ترفع صورتك وتقول له خليها عليك كارتون. فهي بدأ دوب سواني لركن بالشكل الجميل دوت. فانت ممكن ترفع اي صورة وتقول له غير لي الستايل وغير لي الشكل وغير لي كل حاجة. فدي ميزة جميلة جدا يعني. هنا بنعمل اكسبيند. اكسبيند يعني ايه? يعني نحن رفع له صورة هو بيحاول يتخيل ايه الحاجات اللي حواليها. فمثلا انا هوت هيبدأ بقى يشوف ايه اللي ممكن يكون حوالين الدوب دوت. ماشي? نبسطنه كده. ونقول له اكسبيند. ممكن تقول له بروميت انا عايزه مسلا الخلفية تحط في حاجة معينة فيبدأ ان هو عايزة بطالة. راح عامل شكل متنصق. اللي ده بتاعه جيد. تمام? يعني في الاردوش كان شو حلو لكن في الاتنين التانين كان حلو. طيب. نقول له بقى سكيب. هنا انت اي حاجة ترسمها هيبدأ ان هو يحطلك في الشكل دوت. تمام? فدي حاجة ظريفة يعني. اه. في نفس الثانية بيبدأ يغير لي الشكل بحيث يتناسب مع الحاجة اللي انا برسمها. ممكن تمام سيليكت كده على حاجة تغيرها. اداء جامد جدا ما شاء الله. عاجة حلو. ممكن تاخد صورة يعني انا بيقول لي اخد صورة معينة اعمل من قبله لصورة وهو يبدأ يتعامل معها بنفس الشكل. يبدأ بايدخلها في قلب الشغل. هو دخل الالوان بنفس الطريقة. بس اللي معه من كده. طيب انا مش عايز الشكل دوت خلاص مفيش مشكلة. ثانية واحدة. هنجي هنا اخد كده كوبي. وهاجي هنا. وقول له غير لي البروميتي. اهو. بس كده اي حاجة ارسمة بعد كده هتبع على شكل ركن. اهو. لا ظريفة ظريفة جدا. يعني اي حاجة ترسم هو بيشوف ركن. وكتبل حتى هو الكريم بتاع. فلا الاداة بتاعهم هو عالي جدا يعني. وعندي هنا. هيحاول ان هو يحسنها شوية على الدمائتر. حتى هو عامل زي اطور كده كأنه في خشب حواليه. طيب خلينا نعكسه مثلا ونقلبه شوية كده. اهو. اه. لا حلو. اهو. فالصراحة ظريف يعني. تقدر بعد كده تعمله اكسبورت كفيديو. بص كفيديو بعمل زي. كل الحاجات اللي حعملناها وسجلها خمس شوية ثانية تسجيل. ما شاء الله فكرة حي كويسة. او ممكن تخليها كصورة. فممتاز. يعني احسن ما كنت تتوقع.